اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات الأمريكية بوقوف روسيا وراء قرصنة البريد الإلكتروني لللجنة الوطنية لحزب الديمقراطي مهينة وتافيها وأشارت حسب وكالة انترفاكس إلى أن واشنطن لم توجه رسميا الاتهامات لكنها وجهت أصابع الاتهام لتشويه صورة روسيا وسمعتها في محاولة لتمويه ما تقوم به حملة الحزب الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية ودعت المسؤولين الأمريكيين إلى إجراء التحقيقات قبل توجيه الاتهامات جزافا والواقع أنه حتى مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون نفسها لم توجه الاتهام رسميا بل قالت هذا ما أعتقد أننا نعلم إليك ما أعتقد أننا نعلم نعلم أن الاستخبارات الروسية التي هي جزء من الحكومة الروسية التي تخضع لسيطرة حازمة من فلاديمير بوتين قامت بقرصنة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ونعلم أنه خطط لنشر عدد من هذه الملفات موقع ويكيليكس نشر الملفات لكن مؤسسه تحاشى الإجابة حول ما إذا كانت روسيا مصدرها ما مصلحت روسيا في هذا الإجراء وفي هذه المرحلة من الحملة الانتخابية الرئاسية هل هي ترجيح وصول ترامب إلى البيت الأبيض؟ الفضل أن لا أقفز إلى هذا الاستنتاج لكن الوقائع تثير مسألة تدخل روسيا في سير انتخاباتنا وديمقراطيتنا وهذا ما لا يمكن أن نتسامح به وخاصة إذا جاء من دولة نتخصم معها في عدد من المواقف وهكذا تحولت مسألة القرصنة إلى حملة تشنها كلينتون ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب لتثير الشكوك حول ولائه المطلق معتبرة أنه يطرح إشكاليات على مستوى الأمن القومي أي استفدت من التسريب لإبعاد العام والإعلام عن التركيز على فحو الرسائل التي تفضح المؤامرة الداخلية لإبعاد المرشح برني ساندرز واعتمدتها مادة ضد خصوم وأعداء خاصة مع احتمال نشر رسائل البريد الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية والواقع أنها ليست المرة الأولى ففي 2008 وجهت الاتهامات إلى الصين بخرق بريد حملتي أوباما ومكين وطبعا نفت الصين الاتهامات ونفي روسيا اليوم يتناقض مع سهولة توجيه الاتهامات لها فتاريخ حرب التجسز قديم بين البلدين وأقل ما يقال أن موسكو لا تستلطف كلينتون بسبب مواقفها الدائمة لانشقاقات ومعارضات داخلية روسية عندما كانت وزيرة للخارجية هذا إضافة إلى أن توتر العلاقات وتقطعها بين البلدين طال لولايتين مع رئاسة أوباما ما يشكل مناسبا لتحويرها لكن هل كل هذه الأسباب كافية لتأكيد الشكوك الأمريكية وبالتالي لدفع روسيا لاختراق البريد الإلكتروني لحملة الحزب الديموقراطي؟